أن يكون عندنا استعداد لهذا الشهر وذلك بمعرفة أحكام الصيام ومعرفة المفطرات والمفسدات للصيام تعرفون يعني في كل عام يحصل أخطاء من الناس كثيرة جدا يقعون فيها وبعضهم يتتكرر منه هذه الأخطاء وهذا يندل على شيء فإنما يدل على الإهمال فيه إهمال فيه عدم اهتمام فيه ترك الأمور هكذا وعندنا قاعدة مهمة إخواني وأخواتي أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجبة كل عبادة وجبت علينا فتقدم العلم عليها واجبة فلما كان شهر رمضان ركم من أركان الإسلام وواجب على البالغين المكلفين من أهل الإسلام المسلم العاقل البالغ المستطيع يجب علينا تعلم أحكام الصيام يجب علينا تعلم أحكام العبادة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حدود هذه العبادة و بيّن محارمها و بيّن كذا من المهم جدا أن يتفقها الإنسان و أن يتعلم لأن الناس الآن يتصل بك و يقول والله أنا حصل مني كذا و كذا طيب أين أنت عن القرآن أين أنت عن السنة أين أنت عن أهل العلم و الآن أعتقد و لعلكم تتفقون معي بأن أصبح الوصول إلى المعلومة أصبح أسهل من أي وقت سابق صح أو لا لا أسهل من أي وقت سابق الآن مع الفضائيات و مع الإذاعات و مع الهاتف و مع وسائل التواصل الاجتماعي و مع وجود وفرة الكتب و الصوتيات سواء الأقراص أو من خلال وسائل التواصل أو من خلال هذه الأجهزة أصبح الإنسان يستطيع أن يصل إلى المعلوم بل أصبح الإنسان الآن يستطيع أن يحضر حلقة يعني كبار علماء العالم الإسلامي صوتا و صورة هو في بيته و العالم في دولته